العلاقة بين مصر والدول الخليج هذه علاقة خاصة دائماً الأخوان المسلمين وأتباعهم وأحزابهم ومن يحب يشوف دائماً الخلاف موجود بين الدول لأنهم يحبون يشوفون دائماً الدول العربية منقسمة لما قرأنا خبر اتصال الملك سلمان الله يطول بعمره ملك العزم والحزم إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شنو يأكد له؟ يؤكد مساندة مصر في مواجهة الإرهاب هذه القضية التي تم الاتفاق عليها اليوم بين دول الخليج ومصر نحن نواجه إرهاب داخلي وإرهاب خارجي اتصال رئيسي بين ملك ورئيس بين ملك الحزم الملك سلمان والرئيس المصري يعطيك القوة نحن سياستنا وحدة وانا سياسة مصر والسعودية وحدة في مواجهة الإرهاب ومحاربة أعدانه اليوم الملفات كلها على الطاولة يتكون معانا نحارب الإرهاب يا أنت مع الإرهاب لذلك يجب أن نتوحد جميعا في مواجهة الإرهاب وعلى جميع الدول أنتعي من يعتقد أنه ممكن أن نساوم أو ندفع بالخفاء لحزب الله أو لإخوان المسلمين نراضيهم فهذا خطأ لأن الإرهاب بسبب دعم المالي يكبر ورح ياكلنا الحمد لله وأقولها لأعداء الأمة العربية العلاقة المصرية السعودية قوية جدا وهناك اتفاق كامل لمواجهة الإرهاب ومدامة مصر بخير والسعودية بخير سيسقط الأعداء على أسوار مصر والسعودية